فيه هناك الكثير من النقاط الشديدة الأهمية الحقيقة في حديث الرئيس النهاردة في المؤتمر الصحفي بعد قمة القاهرة باريس أو قمة مصر وفرنسا والتي أقيمت في القاهرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أنا عايز أستأذن حضرتك تسمع المقطع الصوتي ده وبعدين هنرجع نكمل الكلام غياب الأمل حالة الإحباط اليأس ده كل دي كانت عبارة عن أسباب قدت إلى الاختتالي اللي احنا بنشوفه بشكلها وبآخر فاتفقنا على أن خروج الفلسطينيين ده مش حل لأن إذا كانت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على أراضيهم يبقى مش معقول أن هم ممكن ينجح وهم مش موجودين على أراضيهم دي نقطة الهدف بتاع الحرب المعلن أنه هو يعني تصفيد حماس والجامعات والفصال المسلحة اللي موجودة في القطاع وده هدف أنا يعني كلنا عارفين كويس أوي والخبرات اللي موجودة لكل القادة على مختلف المستويات بدول مختلفة نازل أمر بيحتطل بسنوات طويلة جدا ويمكن ده أيضا من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على أهمية أن احنا نسعى من أجل عدم الاجتياح البر للقطاع وده أمر في منتهى الأنبياء أنا بسجله هنا لأن الاجتياح البر قد ينتج عنه يعني مش تحديات لأ يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين ويكفي أن حتى الآن احنا بنتكلم ما يقرب من ستة آلاف ستة آلاف من المدين سقطوا حتى الآن نصفهم تقريبا من الأطفال نصفهم تقريبا من الأطفال ويجب أن نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الأزمة وعدم وضع السلامة سلامة المدنيين في الاعتبار عند التعامل مع الفعل العسكري الإسرائيلي في القطاع